السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اليوم كزم قرار ملك جديد ايضا هو موجه للابناك الشباب الشباب اللي بغى يقوم باي مبادرة بغى يدير مقاولة بغى يدير ششاريكا هناك دعوة من امير المؤمنين جهة الملك محمد صلى الله عليه وسلم الى الجهات البنكية باش يقدموا لهم قروض وذيك القروض باقل نسبة فائدة يعني جوش في المياه وهدي بعض العلماء في سروها قالوا هي ما كتسمى ريبة هذه كتسمى واجب خدمة هذه جوش في المياه من سموها ريبة من قلوا لان الريبة ما هو الريبة يقولوا كل قرد جرى منفعة فهو ريبة وذيك المنفعة تكون كثيرة ربما تساوي القرد او توازيه اما هذه جوش في المياه العلماء المحققين اللي عندهم روح شريعة ومقاصد شريعة كيسموا هذه واجب الخدمة لان ذاك البنك عنده مؤسسات عنده موظفين عنده بيروتيك عنده جازوال عنده ضريبة عنده 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 هذيك تسمى واجب الخدمة كما هو الان في بعض الدول الخليجية عندهم ابنك اسلامية وكيسموا هذه واجب الخدمة فهذه مبادرة حسنة بل اكثر من ذلك ان المقاولة اللي هي مشرفة على الافلس واللي يلقى صعوبة اعطوها مجموعة امتيازات ان قروض بدون اي فائدة يعني صفر صفر فائدة زائد اعفاءات من ضريبة زائد تسهيلات في الاداء زائد استشارات قانونية مجانية ودعم وده كل لفائدة الشباب هذه المبادرة اطلقها صاحب الجلالة اليوم في هذا اليوم المعظم سعيد فالحمد لله هذه كلها بشائر الخير نسأل الله تعالى ان يدين على مولاد الامام الصحة والعافية وتمام العافية ونسأل الله الواحد الاحد ان يقوي شكيمته ويقوي عضده حتى يزيد في مثل هذه الاعمال الصالحة وهذه الاعمال الخيرة وهذه الاعمال المباركة نسأل الله جل جلاله الفتاح العليم الرزاق الكريم هذه ليلة الجمعة وليلة الجمعة الحمد لله في الدعاء مستجاب نسأل الله تعالى ان يديم عليه القوة والمدد نحن محتاجين ومتعطشين نشوف صاحب الجلالة كما كنا نشوفه في السنوات الماضية نشوفه ينتقل من مدينة الى مدينة ومن اقليم الى اقليم ومن مدشر الى مدشر ومن قرية الى قرية يقوم بتجشينات ويقوم بشق الطرقات ويقوم باستقبال الساكنة للكل منطقة ويستمع الى مشاكلها والى همومها ثم يصدر تعليماته الى عماله والى الولاة والى الوزراء بالقيام بمشاريع استعجالية تمس هموم الناس ومشاكلهم وحياتهم الواقعية ابتداء من شق الطرقات والماء الشروب ثم المدارس والمصحات ثم المقاولات التنموية لفائدة الشباب نحن متعطشين ان نرى مثل هذه الجولات الملكية السامية في القريب العاجل والذي منع صحيح الجلل من كل هذا هو المرض المرض الذي نسأل الله تعالى ان يشافيه ويعافيه ويجعل له فيه البركة والتيسير وان شاء الله تعالى هذه الايام بصحة وعافية جيدة رأينا المبادرة في اقليم الصويرة ورأينا في اقليم اخرى وان شاء الله تعالى تكون تعم المملكة المغربية ونعود ايضا الى خطاب الامل وخطاب العمل وخطاب البناء والتشهيد ونقول جميعا يحفظ مولانا الامام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موسيقى